شهدت محطة الملك فؤاد بكفر الشيخ أعمال تطوير ورفع كفاءة وترميم حيث جرى تحويلها لمكتب بريد لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة وخدمات مصر الرقمية للمواطنين وجاء تطوير محطة قطار الملك فؤاد التاريخية في إطار تنفيذ بروتوكول تعاون بين وزارة النقل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يتيح استغلال 13 موقعا ضمن أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر بهتف تقديم الخدمات البريدية المختلفة من خلال تلك المواقع سنوات من الإهمال طمصت العديد من الروائع المعمارية في أماكن عديدة من قلب الوطن على مدار عقود وعلى رأسها المحطة الملكية للملك فؤاد والتي أنشئت في عهد الملك فؤاد الأول عام 1934 بكفر الشيخ من هنا جاءت توجيهات الرئيس سيسي بالحفاظ على التراث وأحيائه وتحويله للمنفعة العامة دون المساس بجمالياته وروحه التي تحمل عبق التاريخ وعلى الفور بدأ العمل على تحويل المحطة الملكية بكفر الشيخ لمكتب بريد بعد رفع كفاءتها وتطويرها وترميمها لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة وأيضاً خدمات مصر الرقمية للمواطنين بالتعاون بين المحافظة ووزارة الاتصالات والنقل مخطط كامل لإنشاء محلات تجارية ومباني إدارية وعيادات وصيدليات بالأراضي الملاسقة للمحطة وبنفس الطراز المعماري الخاص تم وضعه لخدمة أهالي مدينة كفر الشيخ كهدية من الحكومة لأهالي كفر الشيخ ليس هذا فحسب بل تم الالتفات لكنوز الهيئة القومية للبريد الزاخرة بالعديد من المباني والتي تحمل قيمة تاريخية وثقافية في مختلف أنحاء الجمهورية حيث تم وضع خطة لتجديد هذه المباني وتطويرها مع الحفاظ على طرازها المعماري وتزويدها بأحدث الأنظمة التكنولوجية وذلك لاستخدامها كمنفذ لتقديم الخدمات الحكومية والمالية والبريدية وأيضاً خدمات مصر الرقمية للمواطنين